موسيقى الحلقة النهار ده يعني فقرات متنوعة لكن احنا بنتكلم عن الموضوع اللي المياو مياو المياو مياو والهاوهاو ده مهمين جدا في كندا الترينينج سكاديول ال الديكير سكاديول فبقى فيه جزء من الوقت مخصص للبيت انا ما الخصان في وقت الكوفيد في كندا طبعا الكلاب من البيعتبروها من العيلة يعني بيستنديوها نفس اسم بتاع اللاست نيم بتاع الفاميلي ايوه يمكن بقى النهار ده احنا هنتكلم على العناية بالكلاب والقطط والاشعاعات والاشعاعات وخاصة وإحنا في زمن الكوفيد زمن الكوفيد مخلي كل حد خايف من كل حاجة حتى من حيوانه الاليف يعني يا طارا كلبي هنقل الكوفيد ولا هنقل له الكوفيد لو لقيت الكلبي بيعطس اعمل له الكوفيد تيست مسالك يعني برضو يعني يعني انا هنبنتحك بس واحد بيخاف لقى العملية صعبة طبعا لو انا عزلوني مثلا ولا حاجة اخلي الكلب بتاع معايا ولا عمل في ايه ما هي صعبة طب هو انت فاكر ايام انفلونزا الطيور الناس كلها كانت مرعوبة لو شافت طائر وكان كل الناس في مصر فيه ناس بتكاد بتربي دجاج وفيه ناس عمدون مزارع دجاج كانت فيها مشكلة كبيرة جدا جدا في فترة وانفلونزا خنزير نفس الكلام نفس الكلام يعني فاحنا عملين ندخل في سلاسل من المخاوف لكن المرات دي بقى الحيوانات الاليفة الحقيقة يعني المسألة بالاسف لا تستطيع ان تعبر عن نفسها وما تنفعش تشتكي تقول احنا ما نقناش العدوى ولا تعمل تجارب علمية تقول احنا عندنا براء ده طبعا ولا نشوف الحرارة ولا نعمل ايه فهي المسألة مش سهلة لكن موضوع الحيوانات الاليفة الحقيقة موضوع شيق وزي ما انت قلت هم فرد من الاسرة فموضوع الحقيقة جميل وده اللي هنتكلم عليه فخليكم معنا النهاردة عشان نتكلم عن الحيوانات الاليفة والتهم اللي موجود عليها وهل فعلا بنقلو كوفيد ولا لأ وكلام كتير في الحلقة دي على هوا ترد اشتركوا في القناة